خلينا شوي خبره العالم انه الشي اللي انت حكيته كزا مرة بالمقابلة عن تأثير وفاة والدك عليك هو اكبر بكتير من اللي انت عم تخبره للعالم يعني انت عايش نوع يمكن من الترومة عايش نوع من الزعل الدائم في نقول يعني حتى ما عم تتقبل تطلع ببرامج فيها قصص فنية لا ما عم بقبل اطلع ببرامج فيها اشياء كوميك كوميك او اغاني او تنكيت يعني انطلب مندي هالسنتين كتير برامج ع رمضان وغير رمضان وع غير كل التلفزيونيات انه مثلا غسان بديك مشهور المرح والقسامة انا طلبت منك باحد البرامج وعالتلفزيون طلبوا مني انه منتهق بالتلفونات مع انه جعت شفتك ببرنامش كان بد ازعل بس جعت ما زعلت والله في مزح كان اي شوي شوي بس انا يعني استقبل تلفونات بدي حكم معك وتمزح معهم ويربحوا جويز ما فيني بعدني هلا مش عم بقدر هلا عم بقدر يكون متل ما انا معك انا هلا صادق معك يعني شفتي ما عم بقدر اضحك كتير ولا عم بمزح كتير بس عم بكون حق اوي معك هلا بيقولولي انا ناس بس ايه هالقدة اليوم يعني يمكن عم بسأل ليه بس بعرف انه ادي خسارة البي كتير كتير انت خسرتش من اهلك ان شاء الله خير بس بعرف انه خسارة البي كتير كبيرة بعدين عندك باي واحد ام واحد ما انت مرن عالفكرة مش انه تجاوزت وطلقت وعبت جاوز تاني مرة بس اخر فترة يعني كنا نسألك عن الياس انه منيح بس شوية تعبان شوية هيك يعني كنت محضر حالك يمكن شوية نفسيا انه الياس الرحباني كان عم ينسى بس كان فيه ضل عيش بعد عشر سنين ببوشي كان يعني فحص دمه كان منيح يعني بيقوم بيمشي لحاله بيأكل وكل شيء بس بيضيع مين الناس والاخبار بس ما بيضيع فينا الكورونا ما كنا عارفين رح تشتتعمل فيه هيك مشان هيك كنت محضر حاله انه الياس رجع لورا بالنسبة للوعي والذكرى يعني يتذكر وهيك مش مشكلة وكان عنا نمزح معه ويقلدنا ويضال يضحكنا ونصوره عنا كتير قصص زعلت انه كمير بي كورونا توفى بي هيد الفترة باللوكداون لشو ايجلت الكورونا ما كنا اللزوم مع انه ما بيستقبل حدا ما مستقبل حدا ايجلت الكورونا من مطرح من مصدر ما قدرنا نتفدي وما كنا عارفين ما بدنا نحكي عنه حرام لانه ما حدا قاصد كان يعني يأذيب بتقول بس انا بيلك شغلي بي انا مشكلته انه ما بشوفه وما كان مش بس بشوفه ببيتي وبعائلتي وحط صورة ببيتي انسان بالغنية بتسمعه بالعطرقار عند العالم وما كان بالصور بيهلأ مثلا حطين الصورة شفت انه عن جديد برجع بيفتح الجرح انا اللي يسمع وجود وما كان بفوت عالستوديو بشوفه بشوف صوته بشوفه جوائزه بشوف مكتب بجارب ما اطلع بمكتبه انا وميرق يعني لما قبل ما يتوفى كان لك قدام شايفه لان كانت كورونا يعني محجور اخر لما صار معه كورونا ضلينا ست ايام انا وجاد ما قدر نشوفه لا هو ولا امه تحكيه على التليفون صارنا نحكيه من تحت من الستوديو لفوق انترن يعني وشفته اخر شي لما اخدينه بالامبولانس لما صار الاكسجين ما عادي يكفيه بالبيت بدون يخدوه على مستشفره في الحريرة اجت لامبولانس على البنية جاد كان تحت الستوديو وعن بيع بنسق انا والامبولانس انا وجاد كيف بدأ تجي ومع المستشفى ومع وزير الصحة محمد حسن بوقته لا هلأ هلأ رئيس مستشفى الحريري الدكتور فراس الابي اوكي الله يواجه له الخير كنت عم بنسق معه ومع الدكتور التانيين هني اللي ساعدونا والامبولانس كان كالتاني ميسيو تبع صليب الاحمر ما كان في صليب احمر جابونا الصليب الاحمر كنت السيارات ما بقى عم تطلع تجيب مرضها جابونا الصليب الاحمر كتر خيرون ونزلوه للبابا عالكرسي لان كان وقت الكورونا الاكسجان قدما هريرلو ما عادي ريمش يصار عالكرسي يعني ما كان يقوم نتخذ بس لما نزلوه من البيت بالأسانسوات يطع عالامبولانس نزلوه عالكرسي انا قلت له لجاد نحنا تحت كنا بسلصال بالستوديو قلت له وما وين اني قلت له سمعت لامبولانس انا فوق قلت له جاد شو بلك تعمل سونا ستية ما شايفين باية بدك تطلع قال لي انا ما بقدر شوف هالمنزر يعني ما بقدر يحمل قلبه هادا المنزر قلت له انا ما قدر بدي اطلع لو شو مكان قال لي ما تطلع قلت له بدي اطلع طلعت وقفت بالرات شوسي المطعم بديوصل باية من البنائية طلعت من تحت على الرات شوسي على الزيرو نطرت باية نزلينو وهن اللابسين كلنو بتعرف بيلبسوا هكي العبياد مسكرين كأنو رجال جرجال بالفضاء شكلن هيكي المنزر بيخوف ونزلت دموازيل معه بالأسانسور هي من الصليب الأحمر وقعد البابا وحطينه الأكسيسور معصب وشفته هيكي عربوه على الكرسي طلع فيه هيكي وطل له هاي بابا هاي كيفا عن بعيد شوية شلوه على البرانكار لما حطوه على الكرسي تعرف عندهم طريقة واحد اثنين تلقتي بيشرشف بيحطوه على هوني بلش يسب حلوه عني مخلة كلمة عنفج وغميق وانا صرت ميسكو بإجره من تحت ركبته عم يجره بتزكع عم يجره بالبرانكار على الامبيلانس وانا من تحت ركبته عم يجره عم يحفل حبيبي للوس ما تحت الهم وماشي معه وعملوا على يلعب وهكي ايه ببراس وانا تحت الهم ما تحت الهم أنا معك أنا معك أنا معك أنا معك ضليت هادي الحرقة الحرقة انه مش أنا كل اللي تتوفوا أهلهم بالكورونا انصدموا انه ما قدروا شوفوا الجتة يغمر الجتة برضو يا أحد يغمر الجتة يا بيخي أنا محضر نفسيا وانت محضر نفسيا وانت محضر نفسيا انه الحياة يعني اذا مش يتنك ما لازم إلا اذا صار مرض لا سمح الله عبكي لألنا ومتنا قبل أهلنا بس بالحياة هي انه الكبير بموت قبل الصغير طب أنا محضر حالي انه جدة توفى قبل أهلي وأهلي رح يتوفوا قبلي طيب يا أخي هيدا التمرين تمرنن له اجوا بالكورونا كل شيء تمرنت له كبوه بالزبالة يعني حتى لما يموتوا أهلك ممنوع تشوفهم طب خليني يشوفوا يعني بس اجا من المستشفى على المقبرة مسكر أنا وقفت لطلهم افتحوا بدي شوفوا قال لأبونا ما فيك قلت له بدي شوف بركي باية بدي شوف باية صاروا طبعا الجيبين السيارة قلت له ما بتقدر استيز لأنه معه كورونا قلت له طوازة معه كورونا ما أنا حاطت ماسك شو يعني إذا فتحوا التبوت شو رح يصير رح يطلع الشيطان ما فتحوا صوت عليت صوته خيي قال لي جاد خلاص غسان وكلنا حزنينين يعني عائلة كلها صار فيه بلش يصير فيه تنسون أنا أخي لما جاد قال لي خلاص غسان تفمت منه بعرف سكرت تمي وسكتت قبلت بالواقع بس ما كنت بلعها قال لي اللي بدي شوفه بتقول يا ريت ما بعدتوا عالمستشفى ما بعرف شو بدي أقول لا الحكمة لازم يروع عالمستشفى أصحابنا مش مصلحجية يعني شو في شي قال لك قبله ست أيام أو خلال هالست أيام هيك بعده ست أيام ما كان يحكي قبل كان يضال اللي بدي شوف لوليد بيحبه في صورة حلوة كتير إذا بتنشرها بنته كتير حلوة حطتها وور بيبر على تليفونه إيد البابا بعرفها إيد بيانيست بعرف إيدو كيفية وشلش تابعه كيف هيك اللون إيدو مسكها لبنتي وإيد بنته صغيرة بنتي إيدا صغيرة ومسكت لأ إيدها وشهدد عليها لأنه كانت عمدت ونت تفلح ملا هيك خليكي صورت هي بتيني إيد وحطتها وور بيبر على تليفونه ما معقولها لي تبعتلي صورة تنفرجيها بقدر إبقى إلا لبنتي تبعتليها ما في مشكلة كيف يشير يوم بتقلو إياه هيك على قدم كل العالم ما بقلو شي ليه ما بقلو شي هي تفنيس كله لا ما أنه تفنيس ما بعرف ما عندك كلمات تقولهم لا ليك بديلك شعلي أنا مؤمن بس لما بتصير معك مشكلة بيتزعزع فيك شي وبيرجع بيقوى مع الوقت يعني أنا هبطت إيمنياً فترة أرجع قوي معي هقلوا قالوا لي هالخوارني دايماً في إكسبريانسة مع واحد يروح بتحبه كتير بتصير ما عايش بك شي لا الدين ولا الحياة بعد الموت ولا تأمن بشي بتصير عندك رفض بعدين ترجع بترو هلا بلشت بحالة الرواء إنه رجع أقبل إنه الحياة متل ما بيقلي يسوع يعني إنه بدروا بس أنا بلد عندي شوك إنه أنا ما عم بيسمعني شي يباية ما عم بيسمعني لا في ناس بقولوا ما تحتلها مبيق مطرح أحلى وشايفك وهو عم بيشوفك كمان يمكن معهم حق وأنا ما عايح أفكر متل ما بيقلك بالسياسي متل ما بيقلك بس بيقولوا إنه إنسان بعد ما يتوفروا حدا قريب مثلا بيمطروا بحلم بيحس بوجود طلب كل ليلة كل ليلة في فترة عفاك في وقتنا كل ليلة بقول له إذا أنت شايفني خليني أعرف شي إشارة قبل ما نام إذا عم تسمعني خليني أعرف شي إشارة إزاني كذا ليلة إشارات يجي عليك الحلم بس واضح تحسوا كأنه هلأ حدا وخبر أمي دغري شو صار ولما أطلب شوف يمكن بيقول لك حكمة إيه طبعا سهول عقل لأنه أنت حابة بتشوفه شفته دات سواب يخلوك تشك ترجع في كتير فنانين بقيمة يعني رياسة رحبانة وقت رحلون عملون متاحة يعني دبضب أرشيفهم بطريقة معينة صار متواجد لحياتهم لأسس حياتهم في شي عم يتحضر أمتي في عملو صاروا مية وقتها نشكرهم كير حلو بان عمل كاسة شغلة لها الموضوع بس أنا رالف وحياتك بعدني باندي بوضع تحضر لبي شي بعدني زعلان أنه هيك زعلان متلهايدر ما بدو يحكي محردان يعني باندي بوضع حضر بس فك يعني أنت قبل ما يتحضر أنه فكر شو بدي عمله أنه عندي الياس بدي خلده عندي الأكاديميه لا اسمه يعني دايما تربط كل شي أنه لويلده هلعب يطلب مني إشي قريبا رح تصير بلاشت أقدر أطلع من هالبيضة منكسرة البيضة اللي أحد فيها مقوقع بلاشت أطلع منه بس عروي أنا بدي أتشكرك أنا بدي لك مرسي إلك بدي لك تانكيو لأنك حكيت بكل شي وصوري إذا فتحت لك شروحاتك أنت يمكن عارف أنك رح تنسأل صرت معوض أنه بس تجيب وكتنسأل وبعرف أنه هالمواضيع عم بتضيقك على أمل أنه نلتقى مرة تانية